دكتور حقيقة احنا النهاردة حلقتنا عن التغذية وبداية كده عايز اعرف منك ايه علاقة التغذية بالوقاية من الامراض اللي بقت منتشر حولينا بشكل كبير جدا اليومين دول حلوة اويه والحقيقة هي علاقة وثيقة جدا احنا كنا دايما فاكرين او بيجي المعتقد السائد ان التغذية بس عشان اخس او ادخن او حافظ على وزنيه بس لكن كل الدراسات الحديثة اثبتت ان التغذية ليها دور فعال جدا من اول ان احنا بنحمي نفسنا من الامراض وبنقلل من الاصابة من امراض كتير جدا حتى منها السرطان منها الضغط منها امراض كتير ولما بيصيبنا امراض معين التغذية بيباليها دور فعال اوي في العلاقة طب احنا دلوقتي بنشوف شباب كتير اوي اوي تتوفى بسبب امراض في القلب هل في اكلات ممكن تساعد من الوقاية من امراض القلب؟ طبعا ان احنا نحمي نفسنا قصنا اللي يجينا امراض قلب هي وبيبقى له راسك فاكتورز او بيبقى فيه عوامل خطورة كتيرة السمنة واللايف ستايل الغالب بتبقى من العوامل الخطورة اللي ليها دور في امراض كتير منها امراض القلب فان انا احافظ على نفسي ان انا احافظ على وزني احافظ على لايف ستايل بتاعي اللي هو الاكل اللي انا باكله الرياضة انا بكون بلعب رياضة او لا او بعمل نشاط بدني ولا لا الحاجات دي بشرب مياه كويس ولا لا بنام كويس ولا لا ببعد عن التوتر ولا على طول حالتي في استرس دائم الحاجات دي كلها بتأثر علينا طب هل في نوع فكهة معين او خضار معين بيحفز القلب او بنشط القلب بطريقة اعلى من الطبيعي؟ بوسي هي الفكهة والخضارة هم من في حد ذاتها دي قنبلت فيتامينات ومعيدن وكنز ربنا سبحانه وتعالى دهنة علشان كل التوصيات وكل الدراسات اثبتت ان يبقى فيها مهمة جدا لكل الفئات يعني ما فيش نوع مرض معين نقول له لا احنا انت تتميني خالص عن الفكهة او ان انت ميفاش تاكل فكهة كله مفيد كله مفيد وكله فيه باختلاف ألوانه وباختلاف أنواعه بس بيبقى فيه شوية امراض مثلا احنا نقلل شوية من الفكهة عشان خطر هي فراكهة في الاخر بيبقى فيها سكر الفراكتوز او هي سكر عموما بنقلل بس من استهلاكه في حاجات معينة وبتها يقلي ده بيدخل في امراض السكر والسرطان صح كاية فيه معظم فكهة بنقللها بنقلل منها بنلمت اللي يسمح لكل واحد على حسب احتاجه لكن مش بنمنع خالص لا بالعكس ده احنا بنزود كمان من استهلاكها في حاجات كتير طيب نروح للسكر ازاي نزبط مستوى السكر في الدم السكر ده بقى يعني قصة كبيرة عشان الناس دايما بتيجي في دمخها سكر اللي هو السكر اللي احنا نمنع سكر بنمنع كل حاجة فيها سكر أبيض وبس لكن احنا نسا متكلمين ان الفكهة كمان سكر يعني فيه سكر كتير قوي حوالين انا بقى باخد مصدر السكر بتاعي منين هل باخده من مصدر طبيعي زي الفكهة زي الاكل الطبيعي اللي ربنا خلقه هنا ولا باعتمد على الاكل ده بس على المعجنات والحلويات والسكر الابيض والحاجات اللي فيها سكر مضاف كتير فاستهلاكي للسكر المضاف الكتير هو دوت الغلط وهو ده لكل التوصيات العالمية قالت انه هو ما يعديش 10% من استهلاكي اليومي من السعرات المفروض تدخل جسمي يعني انا لو ليا 2000 كالوريز في اليوم ماينفعش اعدي 200 منهم من السكر الابيض اللي هو شامل السكر بتاع الشاي والقهوة وكده والعصاير والحاجات بقى المعلبات والحاجات الحلويات خلاص فان انا كل ما هنظم استهلاكي للسكر وخليه من السكر الطبيعي وابتدي اكل النشويات المعقدة وابتدي اكل الاكل اللي مرفع ليش نسبة السكر وبالتالي مرفع ليش نسبة الانسولين انا بكده بحافظ على مصدره سكر في الدم اشتركوا في القناة